قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصافة مدبولي إن مصر تحتاج إلى استراتيجية لتطوير الصناعة ولفتا إلى أن دور الدولة هو المساعدة ودعم هذه الاستراتيجية كما دعمت بولي جميع رجال الأعمال للمشاركة في صنع ووضع هذه الاستراتيجية مصر محتاجة استراتيجية لتطوير الصناعة وأنا يعني أنا بنتهي فرصة أن أعرف أن البشمواتس محمد السويدي رئيس تحاد الصناعات موجود وكان قاعد معنا وحضرتك وكل الغرف الصناعة أنكم نشتغل مع بعض على وضع الاستراتيجية أنا ليس الهدف أن وزارة الصناعة هي التي تقوم بهذه الاستراتيجية وتعدها الهدف الرئيسي أن يقوم بتطوير هذه الاستراتيجية هم رجال صناعة مصر لأنهم الأعلم بوضوح شديد إيه هي المستهدفات وإيه المفروض تبقى ملامح هذه الاستراتيجية وإحنا كدولة يكون دورنا أن ندعمكم ويعني نساعد في إطار وضع هذه الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر